النمسا تسعى لنقل المجرمين من الدول الثالثة الى كوستفو لقضاء عقوبته دي فكرة اعتقد ان الناس المدانة عايزين يودوهم كوستفو انهم ياخدوا العقوبة هناك عشان برضو هنا ضعف السجون وضعف الموظفين في السجون وتكدس المتهمين هنا شايف دي خطوة ممكن تحل المشكلة دي بالنسبة للنمسا هذا قرار حقا اريد به باطل بصراحة عن هذا قرار تمييز عنصري تمييز جديد مع الاسف يضاف الى النمسا لماذا يتم فقط المجرمين من دول ثالثة يعني مهاجرين اجانب لاجئين بلا 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 هذا الكلام كلياته الى كوستفو لماذا لماذا يتم نقل على سبيل المثال يجب ان يتم نقل خمسين بالمئة من المجرمين في النمسا الى كوستفو ثلاثين بالمئة بالمجمل لا يتم نقل المجرمين من دول ثالثة فقط طب شو الوضع بكوستفو على أي أساس يتم هذا القرار؟ طبعا هذا ما زال لساته طور الدراسة وطور التطوير ولم يصبح طبعا فيه اتفاقيات بينية بين الدول الاتحاد الأوروبي يعني لاتفاقيات من هذا النوع يعني هي فعليا النمسا تقوم بشراء موقع أو باستئجار سجن ما طبعا يكون تحت وصاية نمساوية بشكل أو بآخر لإرسال بعض المساجين يعني هذا كله ضمن سياسة أن حزب الشعب يقوم بتصويق نفسه للانتخابات المقولة ولكن هذا القرار يا أستاذ ممدوه هذا قرار تمييز مهما كان يكون يعني صحيح إحنا ما رحنا نحكي مجرمين ومدانين لا 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 بغض النظر هذا القرار هو الألية نوعيته آليته تمييز شكرا لك آليته تمييزه بس ما فينا نقوله أكثر من هذا